السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة بيكس ارت بالعربي في حلقته النهاردة ان شاء الله هنتعرف ازاي نعمل التصميم ده ان شاء الله الطريقة تعجبكم بعد ما بنروح على برنامج بيكس ارت دي وجهة البرنامج الرئيسية هننزل لتحت ونختار اختر كنفاس هتظهر لك هنا هجام كتيرة تختار الحجم ده اللي هو 4.3 هنضغط عليه بحيث ان هو يبقى بالشكل الطولي ده 3.4 بعدين نضغط على السهم اللي فوق هنقلنا مباشرة على الرسم نروح على الالوان ونختار اللون اللي احنا عايزينه انا مثلا هنختار اللون البرتقاني بعد كده نضغط على الفرشة هنختار اول فرشة هنخلي الحجم 128 والصرابة هنخليها 1 بعد كده هنسحب علشان نعمل خط بالشكل ده ونروح على الطبقات نضغط على الثلاث نقط ونختار تحويل علشان نحول الخط ده نخليه في الجزء العلوي بالطريقة ده تمام بعد الخطوة ده هنضغط على السهم اللي موجود فوق ده ونختار تحرير صورة بعد كده بنضغط على اضافة صورة علشان نضيف الصورة الاولى هنكبرها ونحطها فوق بالشكل ده بعد كده هنمسح الخلفية فبنضغط على ايكونة المسح الموجودة فوق هتظهر لنا غيرات هنا هنختار منها شخص فالخلفية بتتزال معانا لو في بواقي خلفية فبنضغط على ايكونة المسح وبنخلي الصلابة مثلا بنسبة 92 ونزيل اي بقايا موجودة في الخلفية بعد كده بنقلل الصلابة الواحد وبنقبر الحجم مثلا بنسبة 80 ونبدأ نمسح الجزء السفلي من الصورة الشخصية بالطريقة دي بعد كده بنضغط صح بعد كده بنسحب الشريط الموجود تحت ده وبنختار تعديل بين اثنين اللي على طول الاشباع بنخليه سلب مية علشان تتحول معانا الصورة للأبيض وسود نضغط صح نضغط صحة مرة تانية بعد كده بنضغط على ايكونة المسح الموجودة فوق هنضفها في المكان ده بالحجم ده بعد كده بنضغط على ايكونة المسح الموجودة فوق بنقصها بنفس الطريقة بنختار شخص وكمان بنسترجع اي اجزاء اتحذفت من الصورة الشخصية وبنمسح اي بوائي موجودة من الخلفية نضغط على ايكونة المسح الموجودة فوق تمام كده اجمعنا نضغط صح دلوقتي هنضيف ظل تحت الرجلين فبنضغط على ايكونة الزائد الموجودة تحت على الشمال ونختار صورة الظل هنضفها تحت الرجلين بالشكل ده هنا زي ما انت شايف هي ظهرة فوق فنضغط على ايكونة التحريك لتحت وبالتالي بتظهر معانا كظر لتحت الرجلين نضغط على تكرار هتتكرر معانا نفس الصورة كمان نخليها تحريك لتحت ونضبطها على الرجل بالشكل ده نضغط صح ودلوقتي نضغط على ايضافة صورة علشان نضيف صورة النص هتلاقي في الوصف اربع صور تقدر تحملهم من اول رابط في الوصف هنا طبعا استقافلا نجاح مش حبا في محمد رمضان ولا حاجة نضغطه هنا بالطريقة ده وبنضغط صح اخر حاجة بنعملها بنروح على الفراشي بس لازم نفعل الانترنت بعد ما فعلنا الانترنت بنروح على الفراشي هتظهر معانا هنا اشكال كتير نختار منها الشكل المناسب انا هنا عندي الخلفية باللون البرتقاني فاختار شكل برتقاني خلي مثلا نشاهدها هنا 62 والحجم بنسبة 45 او 44 مش تفرق كتير وابدأ اضيف الشكل اللي اخترت بالطريقة ده بعد كده بضغط صح وبروح على الرسم وحفظ الصورة وكده انو خلصنا تصميم النهاردة اتمنى يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة